ما فهمتش حاجة من الدكتور ليه المريض احيانا مش بيفهم حاجة من شرح الدكتور عن حالته لسببين ممكن يكون فعلا الطبيب ما شرحش اصلا او شرح بكلام صعب على استعاب المريض وما بصتش الكلام او كان مستعجل كتير ومش مدي وقت كفاية للمريض تمام طيب عرفنا دي واحيانا بقى تكون المشكلة في المريض نفسه ازاي المريض بيكون جاي بافكار معينة مش صحيحة عن سبب مشكلته وفي نفس الوقت عايز اي تفسير يسمعه من الطبيب اللي بيحصل له يكون في الاطار اللي هو فاهم بيه وما عندهش اي استعداد انه ينسى او يلغي معلوماته الغلط ويحل محلها المعلومات الصحة اللي الدكتور عايز يشرحها المشكلة في الحالتين ان المريض مش فاهم المرض بتاعه كويس ومش فاهم العلاج اللي بياخده ايه وليه وبيحسنه المفروض بعد قد ايه والمشاكل اللي ممكن تواجهه ويرجع فيها للطبيب ايه ولو مش فاهم كل الحاجات دي كويس صعب يلتزم وينتزم على خطة العلاج الحل شوف دكتور معروف عنه انه بيهتم ان هو يتكلم ويشرح للمرضى وانت كمان اسأل الطبيب كل اسئلتك بس الاهم خلي عندك مرونة انك تغير كل الافكار الغير صحيحة اللي عندك عن المرض وتحل محلها معلومات جديدة صحيحة اشتركوا في القناة